السلام عليكم سعد الله يومكم كل اوقاتكم يا رب فيد اليوم من المطبخ وبأشياء من المطبخ لكن مختلف شوية اللي هو عناية عناية الشعر حنة واسمة وكثير مننا ما يحبوا يحنوا شعرهم إذا كان فيهم شيء عشان اللون اللي هو الأحمر والأورنج هذا فأنا اليوم بإذن الله حأعطيك كورس كامل للعناية بالشعر ويعني تكرري بإذن الله وتستفدي للأمانة أنا من زمان ما أحني يعني من زمان زمان فوق العشرة سنين أنا معتمدة على الصبغة وأحب أصبغ الألوان الفاتحة كنت أصبغ كله عشان أداري الشيب كل مرة يعني أفتح درجة أقول إيه عشان أداري الشيب لكن مع الوقت لا الشيب صار بعد ما كنت أصبغ الجذور كل ثلاثة شهور الشيب صار كل أسبوعين يطلع وحسيت أنه الموضوع صعب يعني كل أسبوعين أروح أصبغ كل شهر أصبغ يعني شعري حينعدم مع أني يا ربي لك الحمد أبدا ما كنت أعاني لا من نشفان في شعري يعني ما كان ينشف من الصبغة ولا تقصف لأني صراحة كنت أروح عند ناس ثقة عند مراكز تجميل ثقة وكنت أخذ منهم الكورسة العلاجي كامل الشامبو بالبلسام بالسيروم كل الأمور هذه والحمد لله ما كنت أعاني يعني هي مشكلة الشيب اللي خلتني أوقف الصبغة لأنه صعب أنه حين حرق شعري لو استمريت كل شهر أو كل ثلاثة أسابيع أصبغ جذور طبعا هنا بعد بحث طويل وصلت لي الأمور هذه أنا لي على هذه الخلطات اللي أعطيكم هي الآن سنة كاملة يعني ما سويت هذا الفيديو جرات أسوي إلا بعد سنة كاملة عندي الخلطة هذه اللي أسويها للحنة اللي هي كركدي أنا أحط كركدي وغرونفول كم حبه غرونفول شاهي حبه بصلة بقشرها ثم نفس الشيء بقشره بس إني أفتحه نصين أحطه في البراد هذا البراد هذا عندي من ضحايا غسالة الصحون أو المشتريات غسالة الصحون طبعا كنت لسه ما أعرف الأشياء اللي ما تنحط فيها ما قرأت الكاتالوج بعد كذا قرأت وفهمت الأشياء اللي ما تنحط فيها فقلت خلي لي الخلطات الحنة أو الخلطات الشعر اللي أسويها هنا بعد ما حطيت الأشياء حطيت عليها كاسة ونص موية أنت حسب شعرك طوله حسب كثافته حسب الحنة اللي تحتاجيها وكمان هل أنت الحالك أو مع بناتك يعني كل واحدة تعرف نفسها وتعرف الكمية اللي تناسبها خليته يغلي أنا ما أخلي طويل يا بناتك يعني مجرد غلوتين وأغطي وأتركه على جنب يبرد بعد ما يبرد تماما لأنه ما ينفع تعجيني الحنة وهو حار بعد ما يبرد تماما أصفي كذا عشان حثل الشاهي والقرونف والينزل وأحط الكمية اللي تناسبني في الحنة كل واحدة مع الاستمرار هتعرف كم يناسبها ثلاثة ملاعق أربع ملاعق حسب الكمية اللي تناسبك فمع الاستمرار أنت خلاص هتوزن الموضوع هتعرفي إيش يناسبك والموضوع هيصير سهل طبعا الحنة لازم تأخذوها يا بنات من مكان ثقة أنا أأخذ من واحدة من مشاهير السناب يمكن كثير منكم يعرفوها وهي أم الحلوات صراحة حنتها واسمتها الأمور العلاجية للشعر زيوتها يعني والله لا يعلى عليها أنا لي فترة أتعامل معالية سنين زمان كنت أخذ منها بهارات وعطور وبخور والآن مؤخرا لمن لجأت للحنة صراحة ما في أضمن منها ما أوثق إلا فيها فأطلب عن طريقة المتجر اللي تحب تدخل على حسابها في الإستقرام في رابط يدخلك على المتجر على طول في الأسعار وفي طريقة التوصيل وكل شيء المهم هنا بعد ما حطيت الحنة أخلطها مضبوط لا يكون فيها كتل والحنة لا تكون ثقيلة واتعبك وقت الغسل ولا خفيفة ويتطفشك تسيل على معند أذانيكي وتسيل على ظهرك طبعا تطفش فهذا القوام بالنسبة لي أنا جدا ممتاز السماكة هذه جدا ممتازة والحنة يا بنات لازم تتخمر يعني مو على طول أعجنها وحطها في راسي لا أغطيها وأتركها أنا أتركتها ساعتين تركها لجم ساعتين وبعدين أحطها في راسي طيب طبعا أنا بحثت في المواضيع هذه اللي هو الشعر كيف إني أحط حنة وأنا في صبغة يعني قاعدت أبحث فترة طويلة قبل ما ألجأ لي هذا الطرق للأمانة في البداية ما مسك اللون تمام في شعري يعني قاعدت أسبوعيا لمدة شهر كامل قاعدت كل أسبوع أحني أحط بعد وسمة إليه ضبط الموضوع الآن كل شهر مرة في الشهر صرت أحني وبعده أحط الوسمة هاكلمكم الآن عن الوسمة هنا الحنة بعد ساعتين بعد ما تخمرت أنا أحب أضيف لها بعض الإضافات أي شيء من هذه الإضافات يا بنات ما يناسبكم أو الخلطة اللي أنا أحط في مع محلول العجن قرنفل وشاهي ما يناسبكم رجاء أما تستخدمه يعني أنت أدرب نفسك في فراسك جروح تقلمك هذه الأمور ابعدي عنها مو بعدين يعني هتقولوا استعملنا كذا وصر لنا كذا طيب أنا حطيت هنا زيت جوز الهند مع الحنة وحطيت عسل وراح أحط عصرة ليمون الليمون ينظف فروة الرأس إذا فيك يكشور في شيء ينظفها يعني روعة العسل يعطي الشعر لمعة والزيت يسهل غسل الشعر يعني لما تجي تغسلي الحنة تنزل بسرعة لأن في زيت ما تكثري والبعض يقول أنه ما يمسك اللون أبدا أنا عن تجربة أحط هذا قلت لكم الأمور هذه لي سنة مستمر عليها يعني ما شاء الله ويمسك اللون وزي الفل لا تكثري يعني ملعقة ملعقة من كل شيء ملعقة صغيرة خلص وأحط الحنة في شعري أنا أتركها سراحة يعني ثلاث ساعات بعدين أغسلها وفي نفس اليوم أنا أحط الوسمة في ناس ما يحب يعني حطوها ثاني يوم أو بعد كم يوم لا أنا أحب أخلص في نفس اليوم أغسل من الحنة استنى كم ساعة شوية إلى أن يصير شعري ناشف تقريبا أو رطب وبعدين أبدأ أحط الوسمة هنا أجهز عدة الشغل gloves طبعا عشان حوزع الحنة على شعري وسفرة طبعا أنا مخصصة لي بجاما أو تخصصي لك لبس يوم الحنة لأنه مستحيل ما حينقض فالأفضل أنه يكون لبس مخصص وغطى للراس مخصص يعني خلاص هذا أغسلي وخليه كل مرة تحطي فيها حنة طبعا حط السفرة أنا على كتافي وبعدين بعد ما أوزع خلاص الحنة أقسم شعري خصل وأوزع الحنة طبعا تداري الشيب قد ما تقدري لأنه لو ما نصبغ بالحنة أبدا ما حيمسك فيه لون الوسمة يعني أخذي هذه المعلومة لو الشيب أبيض ما يمسك الوسمة فيه أبدا حيقعد زي ما هو سبحان الله الوسمة ما تمسك إلا في الشعر المحنة اللي لون وبرتقالي شوفوا هنا اللي على اليمين حنة والوسمة اللي على اليسار تختلف اللون الحنة باينة خضرة خضرة الوسمة زي السدر تقريبا اللون فقط طيب كيف أسوي الوسمة أنا هنا أحط علبة زبادي وأحط ليمونة أعصرها ونفس الشيء أحط الكمية شايفين لونها أعريكم لونها ونفس الشيء أحط الكمية اللي تناسب شعري حسب طوله حسب كثافته هل أنت تبي كامل هل أنت بس تداري الشيب حسب فهين عصرت الليمونة أحط عليها لبت الزبادي وأخفقها وبعدين أحط بالتدريج الوسمة إذا تحبي تنخليها هي وال الحنة براحة بسانة صراحة أول ما كنت أخذها جربت أني أنخل ما كان يخرج شيء يعني ما شاء الله توارك الله حلوة فبطلت أني أنخلها الحنة يا بنات تختلف عن الكتم الوسمة عفوا الوسمة تختلف عن الكتم هذا شفته في فيديو للدكتور جابر القحطاني أكتبه في الجوجل وشوفه فرق بينهم يقول أن الوسمة الأصلية لما تحطيها على راسك لو جدت في ملابسك في يدك لون كحلي وفعلا يا بنات لون كحلي لما تيجي في ملابسي اللون ما هو أسود اللون كحلي ولما أغسل شعري نفس الشي في البانيو اللون كحلي أصلا بعد ما تنعجن تخليها كذا ساعتين تخمر حتشوفه كذا طبقة على وجهها مايل للكحلي كذا تلمع طبقة تلمع مايلة للكحلي أكثر من يعني أخضر هي لونها أخضر لما نعجنها لكن بعد ما تخمر تحسيها مايلة للكحلي بعد ساعتين المهم زي كذا حطيتها إذا تعاني من جفاف إذا أنت تستعملي الوسمة وتعاني من جفاف حطي ملعقة من البلسم اللي تستخدمي دائما معها مع نفس الوسمة خلاص هنا تركها إما كملنا على جابر القحطاني غير أنه اللون كمان الورق ورق الكتم يعني شبيه بورق الزيتون ولما ننطحن وينعجن يعطيك لون أسود هذا هو الفرق إن الكتم يعطي لون أسود والوسمة تعطي لون كحلي طيب بعد ما تخمر أنا أوزعها على شعري بالفرشة هذه كأني أوزع صبغة أبدأ بالجذور عشان أضمن إنها تتغطى صراحة بالفرشة بيدي مو مرة يعني بس قلفز ووزع بيدي لا الوسمة بالذات لازم أوزعها بالفرشة عشان تعطيني نتيجة حلوة وأخليها في شعري ساعتين ثلاثة وبعدين أغسلها من الأمور اللي استخدمتها برضو وعطتني نتيجة حلوة هذا أكلي للجبل أغلي مع كم حبة موجود يا بنات عند العطار موجود في السوبرماركت عند البهارات اللي بالكيلو متوفر في كل مكان وللشعر ممتاز ينبت الشعر بالله عن تجربة من أول أسبوع يا بنات طلع لي بيبي هير من أول أسبوع أصفي بعد ما يبرد أصفي وأحطه في بخاخ زي كذا وأحطه في الثلاجة يعني أسوي كمية بسيطة حق الأسبوع وأبخ منه في الصباح في الليل يعني مرتين ثلاثة في اليوم ما ينغسل الشعر منه حاولي كذا تفرقي الشعر وتحطي على الفروة ومشطي عادي خلي لا ريحته مزعجة ولا يلبط في الشعر ولا شيء مجرد موية هو لكن ممتاز 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 في إنبات الشعر برضو من الأشياء الحلوة التي تساعد في إيقاف التساقط وإنبات الشعر شامبو يكليل الجبل أخدته من آي أرب وبرضو نتيجته ممتازة لي الآن ثلاثة شهور استعمله هو والبلسم لازم تاخذي معا بلسم ليه لأنه شوية ينشف الشعر حتى الآن أنا يعني خلاص قرب يخلص فقلت خلاص يعني ما شاء الله أعطاني نتيجة حلوة فرح أغير من آي هير برح أأخذ ال هما أصل لعنا بالهوة شامبو الأرقان جدا ممتاز وعليه مدح فبس مستني هذا كمية بسيطة بقي يخلص وأستخدم الثان لأنه يرطب أكثر وهذا يعني صراحة هذا عيبه الوحيد شوية ينشف ممرة أقول لك شوية ينشف الشعر مع الاهتماء ومع الزيوت لا حلو في معلومة كمان أبغى أقولها يا بنا إنه الشعر بعد ما تغسليه بالشامبو بالعفو بعد ما تغسليه الشعر من الحنة لا تغسليه بالشامبو الأفضل طيب استني شعرك إليه شوية جف وحطي عليه الوسمة وبعدين نغسليه مرة واحدة بالشامبو يعني من جد يفرق وبعدين عشان ما يروح لون الحنة على طول تغسليه بالشامبو الأفضل إنك ما تغسليه بالشامبو بالنسبة للي حيحطوا وسمة أنا أتكلم طيب وبس بالنسبة لللون إيش هيكون اللون هيكون غامق يعني أسود ما حيبان بس هذه هي تجربتي حبيت نقولها لكم أتمنى أني فدتكم ولو بشي قليل وعذرنا الإطالة والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر